مع بدء العد التنازلي لانتخابات الكنيسة القادمة تتجه أنظار المواطنين العرب في الداخل إلى مصير القائمة المشتركة في ظل الضبابية التي تسوده لسيما بعد قرار النائب أحمد الطيبي بالانشقاق عنها وخوض الانتخابات بمفرده قائمة المشتركة هي حاجة ضرورية ماسة رغم ما شاب هذه التجربة من إخفاقات ورغم ما شاب هذه التجربة من خلافات خاصة حول موضوع التناوب الذي أفقد القائمة المشتركة الكثير من مناعتها الالتفاف الجماهري حول المشتركة منذ ولادتها عكس مدى الحاجة إليها لمواجهة السياسات اليمينية ورفع التمثيل العربي في مواقع اتخاذ القرار لتحسين ظروف المواطنين وتحقيق مطالبهم أنا أعتقد أن هناك فيه رؤية استراتيجية بأننا يجب أن نتوحد وأن نستمر في وحدتنا في مواجهة اليمين الفاشي والتصعيد الفاشي في دولة إسرائيل فالشعب في الداخل لن يرضى بأكل من وحده ترى شريحة واسعة من الفلسطينيين بالداخل بالحفاظ على القائمة المشتركة واجباً وطنياً كونها خياراً جماهرياً في وقت تزايدت فيه التحديات والممارسات العنصرية الإسرائيلية ولازم كل ياتنا إحنا العرب في إسرائيل ندعم القائمة المشتركة مشان أن نوصل لـ 17-18 عضو كنسة يبكالهم كوة برلمانية مشان نحفظ على حقوقنا على كل شيء أي تفكير لأي قائمة عربية في هذه البلاد إنها تمشي في الانتخابات في مصار منفرد فأعتقد أنه راح يكون خطر على كيانها هكذا كان شعارها منذ انطلاقتها لكن ورغم ظروفها الصعبة تبقى المشتركة إرادة شعب صوتهم وهمهم واحد وعلى قدر من الأهمية بما كانت لتبقى فوق الاعتبارات العابرة من أجل تحقيق أكبر نصر